السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع بالمحاضرة الأولى الخاصة بالفصل الثاني اللي رح ناخذ بها موضوع الترانسيستر أو المجالي اللي هو Field Effect Transistor تذكرون بالفصل الأول أخذنا البي جي تي أو كان يسمون باي بولار جنكشن ترانسيستر بهذا الفصل رح ناخذ Field Effect Transistor رح ناخذ مثل ما أخذنا بالفصل الأول التطبيقات وطريقة العمل والحلول الدار الكهربائية وكيفية استخدامها بكبر إشارة وكسويش ورح ناخذ كذلك إن شاء الله بنسير توام بالمختبر رح ناخذ تطبيقات على هذا الشي جزين شغلنا اليوم رح كمحاضرة أولية رح ناخذ Introduction لهذا الترانسيستر المجالي ورح نقارنه على الترانسيستر اللي أخذناه مسبقا ورح نشوف أنه هذول الترانسيسترين هم من نفس البيئة الخارجية يعني رح تروح تشتريه رح تشوف أنه هذا الترانسيستر البي جي تي والترانسيستر المجالي هم مثلاتهم يحتوون على ثلاثة أطراف يعني هم ثلاثة أطراف يعني هم ثلاثة أطراف هم ثلاثة أطراف يعني هذا رح تكون البي جي تي تذكرون من البيس والكولكتر والأميتر في حين هذا رح تكون نيش من البيئة والدرين والسورس إذن أول مقارنة بيناتهم هم متشابهين بيها هو ثلاثة أطراف ثلاثة أطراف بس هذا كان كولكتر هذا يقابله منه للدرين كولكتر معتها الجامع والدرين معتها المصب البيس يقابله البيت والأميتر الباعث يقابله السورس أو المصدر زين نيجي البي جي تي كان تيار الإخار ما تنسميه اي بي تيار الإخراج نسمي منه IC في حين أنه الفيت الترانسيستر المجالي راح يكون سيطربانه عن طريق فلتيت إدخال اللي نسميه البي جي اس ما بين البي جي اس ما بين البي جي اس فنسميها اختصارا في جي اس وتيار الإخراج ما تح يكون منه راح يكون تيار الإي دي إذن راح نشوف أنه العلاقات العلاقات ما بيناتهم أنه البي جي تي هو عبارة عن جهاز هو عبارة عن جهاز يتحكم بينه منه التيار أنا عندي تيار إدخال يتحكم بتيار إخراج زين فإذن هو Current Control Device Current Control Device على عكس الفتش بينه راح يكون فولتيت الإدخال هي اللي راح تتحكم لي بي من راح تتحكم لي بال التيار الإخراج فإذن هو Voltage Control Device هذا من الفروقات والله هذا راح نشوف بحث بحث البي جي تي أنه التيار الإي سي الإخراج هو عبارة عن فنكشن معين لي من التيار الإدخال إلي هو الإي بي على عكس الفت أنه الـ ID اللي هو تيار الإخراج هو Function لل VGS نجي على شيء آخر اللي عندنا البي جي تي هو تذكرون كنا نسمي Bipolar Junction Transistor أو ما يسمى ثناء القطبية Bipolar ما أخوذها من ثناء القطبية مع تكان بي الكترون وكان بين هولز حتى تتحرك على شكل أغلبية وقلية هذه راح تكون هي المسؤولة عن حركة الإلكترونات وهي راح تكون والهولز وهي راح تكون توليد التيارات توليد التيارات زين بالفت لا راح تكون إن شاء الله هو من نوع اليوني بولر بمعنى أن يا الإلكترون يا هول واحدة من الاثنين هي اللي راح تكون على حسب نوع الفت زين ولهذا مرح يقرروا على نوع النوع تذكرون عندنا بالبي جي تي كان عندي MPN وكان PNP ما ينظر بالفت اللي هو الانشنل والبي تشنل يعني بالبي جي تي كان عندي MPN ينظر بالفت منو انشنل البي ام من نظر بي تشنل هاي من ناحية النوع نجي ناحية ها طبعي من ناحية العمل البيج الفت يشتغل كامبيفاير ايضا وكسويش هاي من ناحية تطبيقات العمل نجي على التخطيط الهرمي او الانواع ما لاته الفت بينه نوعين اساسيين اللي هو جي فت جنكشن فيل فيكت ترانسيستر ناخده بالتفصيل على شكل مواضيع منفصلة وعدنا الموس فت اللي هو الميتال أوكسايد سيمي كوندكتر فيل فيكت ترانسيستر نجي الجي فت يقسم الى N اللي هو D MOSFET وال E MOSFET ال D ما اخوذه من Depletion متال أوكسايد سيمي كوندكتر اللي هو الانهياري Depletion معتها انهياري وال E معتها التعزيزي او يسمونه Enhancement الانجليزي الثنين اقتما يتقسمون الى N channel والى P channel نجي على السؤال الثاني ليش سمي نانو ترانسيستر مجالي الجواب انه هو رح يتولد عن طريق هاي فولتي لل VGS رح يتولد عندي مجال الكهربائي EF Electoral Field هذا المجال الكهربائي يتحكم لي بمسار الالكترونات والهولز كل من على حدة طبيعي هو هذا وهذا رح يكون طريقة عمل الترانسيستر مرة ناخذه بالتفصيل رح تشوفون انه مجال كهربائي يتحكم لي بعمل الترانسيستر نيجي من ناحية المقارنات الفيت رح تكون معتي تخلي مالتو جدا عالية ورح يكون اكثر تحملا للحرارة بالناحية الاستقرارية رح يكون مستقر حيث لو ارتفعت درجات الحرارة احسن من البي جي تي كان كلما ارتفعت درجات الحرارة الكترونات والهولز المينوريتي عندما يكون رح يكسب طاقة ويولدون تيارات مضرة على عكس هذا رح يكون اكثر استقرارية وكملاحظة اخيرة اخيرة الفيت رح يكون اصغر حجما وهذا طبعا يفت شي ايجابي كل شي يفيد نعم بالناحية التصميم تتوزع كثير طول ستحتاج مساحة صغيرة شكرا لكم